مرحبا بكم من جديد إلى تفاصيل تتسارع الاتصالات للوصول إلى ترتبات عسكرية إزاء الجنوب السوري تتضمن مقايضة تفكيك قاعدة التنفي العسكرية الأمريكية مقابل إبعاد إيران وميليشياتها عن الجنوب لكن الخلاف لا يزال قائما حول الجدول الزمني لتنفيذ بلود الاتفاق وعمق السحاب الميليشيات الإيرانية الطائفية جيش مغاوير الثورة معسكر التنف معبر التنف الحدودي على طاولة الترتبات العسكرية إزاء الجنوب السوري والحديث يدور عن إمكانية تفكيكه وإخلائه من القوات الأمريكية لصالح اتفاق حول درعا والقنيطرة وفي هذا الصدد تتسارع الاتصالات للوصول إلى صيغة تضمن مقايضة تفكيك القاعدة الواقعة جغرافيا على الحدود السورية العراقية الأردنية لكن الخلاف لا يزال قائما حول الجدول الزمني لتنفيذ بنود الاتفاق في حال حصل خصوصا الشق المتعلق بالمسافة التي ستتراجع إليها إيران بعيدا عن الحدود الإسرائيلية موضوع التنف طرح على جدول التفاوض بناء على مقترح تقدم به مساعد نائب وزير الخارجي الأمريكي ديفيد ساترفيلد والذي دعا فيه إلى تفكيك القاعدة التي تحولت إلى منطقة عسكرية محمية بمنظومة صواريخ بقطر 55 كم لكن الموقف الأمريكي يشترط أن يحصل ذلك بعد التحقق من سحب إيران لميليشياتها عن الحدود الأمر الذي يجعل مسألة قاعدة التنف أحد أهم شروط التوصل لأي اتفاق بخصوص الجنوب السوري تصدق كل التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن الجنوب ما لم تروا أن الولايات المتحدة سحبت قواتها من قاعدة التنف ويجب أن تسحب قواتها من قاعدة التنف المنح ذاته نحاه وزير خارجية النظام وليد المعلم الذي اشترط انسحاب القوات الأمريكية من التنف كشرط لأي اتفاق حول الجنوب لتروج بعدها وسائل إعلام موالية ببدء انسحاب الفصائل العسكرية من المنطقة ومحيطها الأمر الذي قُبل بالنفي حيث أكد جيش مغاوير الثورة التابع للجيش الحر في منطقة التنف عدم انسحابه من مواقعه في المنطقة 55 المحيطة بقاعدة التنف وبينما يكثر الحديث حول التنف ودوره في حسم مصير درعة والقنيطرة أرسلت بعض فصائل الجنوب رسالة إلى من أسمتها الدول الصديقة تضمنت عدة مطالب أبرزها عدم القبول بأي صيغة تضمن المساس بالجنوب المحرر بما في ذلك دخول شرطة روسية أو نقاط مراقبة تابعة لها وبين التنف ومطالب الفصائل تتواصل الاجتماعات والاتصالات لبحث مصير جنوب غرب سوريا المقبل بحسب محللين على سيناريوهات مبهمة أرحب من جديد بالعبيد عبدالهادي سهري المحلل العسكري والاستراتيجي من عمان وينضم إلينا أيضا من عمان الكاتب والمحلل السياسي مجيد عصفور مرحبا بكما من جديد ضيفايا الكريمين أبدأ مع مجيد عصفور من عمان أستاذ مجيد عندما يقول وليد المعلم وزير خارجية النظام أن موضوع أو أي حديث عن اتفاقات اليوم بخصوص الجنوب السوري لا يمكن تنفيذها بمعزل عن تفكيق قاعدة التنف التابعة للولايات المتحدة الأمريكية كيف لنا أن نفهم هذا المطلب وخاصة أن الأحاديث سابقا كانت تقول أن الاتفاق الجنوب ما يريد منه النظام هو الدخول والسيطرة على معبر النصيب وإدارته واستعادة السيطرة على الجنوب مقابل انسحاب ميليشيات إيران هل المطلب الجديد أي قاعدة التنف تدل على أن تلك الأحاديث السابقة أصبحت غبارا في الهواء يا سيدي موضوع التنف موضوع منطقة خفض التوتر في الجنوب السوري وانسحاب القوات الإيرانية من هذه المنطقة تحولت إلى قضية التقاء مصالح لعدة أطراف الذي يدير هذه المصالح نيابة عن الأطراف عدة هو الشريك الروسي للنظام السوري الآن لكل طرف من هذه الأطراف مصلحة ودعني فقط بدقيقة أفكفك أو أفصل هذه المصالح روسيا أولا لها مصلحة في إضعاف الوجود الإيراني بمجمله في سوريا صحيح أن النظام السوري أرضى الإيرانيين كما تفضل العميد عبدالهادي بأراضي لعمل مزارع أبقار وزراعة وميناء على الشاطئ لكن ليس أكثر من ذلك النفوذ العسكري والسياسي سيبقى لروسيا في المرحلة القادمة الآن أيضا لروسيا مصلحة في فكفكة قاعدة التتنف حتى لا تظل أي قوات تابعة لدولة عظمى موجودة على الأراضي السورية ننتقل الآن إلى الجنوب السوري في الجنوب السوري هناك مصلحة للأردن ومصلحة أيضا للكيان الصهيوني في مقابل الحدود من جهته والرسائل القوية التي أرسلها بن يامين نيتنياهو إلى روسيا تتضمن أن لا يسمح لأي اقتراب للقوات الإيرانية من الحدود لمسافة أربعين كيلو متر كذلك الأمر لن يسمح بمرور أسلحة وتفكيق قاعدة التنف لا أعتقد أنه فقط الخلاف على مسألة الجدول الزمني بل أيضا على الضمانات لأن التنف هي عقدة مواصلات ما بين سوريا والعراق والأردن وبالتالي تحول دون حدوث كريدور من العراق نحو سوريا وأيضا مرورا بسوريا نحو حزب الله في لبنان إذن الكله مصلحة في مسألة هذا في لبنان هذا الموضوع الكريدور وقطعه الكله مصلحة الآن في مسألة فكفكة القوات في التنف وفي الجنوب السوري رحيل القوات غير السورية ومن هنا جاء تصريح سيرقي لافروف في الملتقى المنتدى الذي حضره وقال يجب أن تنسحب فورا واستعمل هذا التعبير كل قوات غير سورية من الجنوب السوري يعني لنفهم فقط بشكل مبسط أستاذ مجيد النظام اليوم أدرك أن موضوع مقايضة انسحاب الميليشيات الإيرانية بدخوله أو معبر نصيب أو تلك المطالب هو أمر غير منطقي ولا يمكن قبوله من الجميع لأن إيران ستنسحب ستنسحب إن لن يكن باتفاقات بالقوة العسكرية فلذلك بدأ يبحث عن أي مقايضات جديدة ومنها التنف هذا ملخص ما يحدث الآن هذا ما يمكن أن نفهمه التنف خارج صلاحيات النظام هو يريد أن يبحث عن مكاسب في السيطرة على نصيب من كل هذه العملية النظام يردد لم يجر على قول هذا الكلام لو لا أن تحدث به أولا مساعد نائب وزير الخارجية الذي أعلن عن رغبة أمريكا في الانسحاب من التنف وثانيا وهذا هو الأهم تصريح لافروف الذي قال يجب أن تنسعب أي قوات غير نظامية من منطقة الجنوب السوري هنا دخل النظام على الخطوة أصبح يردد كلب بغاء من أنه له شروط بموضوع الانسحاب أو السيطرة على الجنوب أوتوماتيكيسة الولايات المتحدة بصدد الانسحاب نعم ويدعي أما لو تحدث أو لم يتحدث الاتفاق سينفذ والذي يدير هذا الاتفاق هو الشريك الروسي ووليد المعلم ليس سوى مردد لما يسمعه أو أنه يفهم بالوما كما يقال كيف ستسير الأمور على أرض بلاده ويتحدث بنفس الموجة والموال من جديد إلى العميد عبدالهادي ساري اليوم هل تشكل قاعة التنف أهمية عسكرية برأيك سيادة العميد للولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي السورية لماذا تريد الانسحاب منها وأريد رأيك أيضا بما سألته عن حديث وليد المعلم اليوم وما يخص الجنوب ومعبر نصيب تحياتي للأستاذ أولا أريد أن أقول بأن وليد المعلم عندما أطلق تصريحاته ورغم أنها بدون أهمية هو التقط فعلا ما تصرح بي نائب وزير الخارجي الأمريكي عن البنود الاثني عشر الذي تحدث بها على أنها أساس لاتفاق الجنوب أو لما سيحدث في الجنوب وهذا التصريح هي على مبدأ تصريحات أوباما المتناقضة دائما في إدارة أوباما وأعتقد أن هذا التصريح لم يرتقي إلى مستوى ملزم لأمريكا ولا ملزم حتى لكل الدول التي تحيط بهذا الملف أما عن التوافقات الروسية الأمريكية فروسيا تسعى بكل جهد لها بأن تخرج أمريكا من كل سوريا وبالتالي طلبت أيضا من أمريكا بالخروج وقالت بأن وجودكم غير شرعي وأن وجودي شرعي في سوريا بطلب من النظام السوري هذه من ناحية لكن أن يقول وليد المعلم أن شرط الخروج أو شرط الوضع في الجنوب وخروج تفكيك قاعدة التنف هذا أعتقد أنه خارج عن الواقع وبالتالي طيب بعيدا سيادة العميد عن تصريحات المعلم وهذا الهراء الإعلامي الذي يتحدث به قاعدت التنف عسكريا لماذا تتخلى عنها الولايات المتحدة مقابل ماذا؟ يا سيدي الكريم أولا لا يمكن المقاعدة لا أتحدث ليس من عفوا للتوضيح سيادة العميد لا أتحدث انطلاقا من تصريحات المعلم ولكن من حقيقة الأمر أن الولايات المتحدة بصدد الانسحاب منها نعم 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 وأنا أريد أن أتحدث بحقيقة الأمر أولا قاعدة التنف هي على مثلث متواجد وهو مثلث مهم جدا وستراتيجي جدا وأمريكا تسعى دائما لمنع إيران من الدخول باتجاه بيروت عن طريق العراق وعن طريق سوريا باتجاه بيروت أمريكا تسعى لضبط الحدود العراقية السورية من أجل منع دخول ميليشيا إيرانية ومنع دخول إمدادات إيرانية إلى حزب الله وإلى النظام السوري وبالتالي هذه النقطة هي مهمة جدا وستراتيجية وهي مساعدة حوالي يعني 55 كيلو متر وأيضا هذه المنطقة هي مهمة أيضا لكل الدول حتى الأردن هي بحاجة إلى مثل هذه النقطة وبحاجة إلى مثل هذا المكان للتواجد الأمريكي فيها وبالتالي لا يمكن لأمريكا أن تفكك هذه النقطة لا يمكن أن تفكك أيضا أريد أن أعود إلى ما قاله وليد المعلم عندما قال هي أرض سيادية للسورية ولا يشك أحد بأنها من أراضي الجمهورية العربية للسورية لماذا يبحث وليد المعلم عن السيادة تحت أقدام الجنود الأمريكان أو في الشمال الشرقي من سوريا عندما تحتل أمريكا مواقع النفط والغاز والخمح والقطن وإلى مهناء لماذا يبحث عن السيادة السورية تحت أقدام الأتراك لماذا يبحث عن السيادة السورية تحت أقدام الإسرائيليين عندما يتم الحديث عن هذا يبدو أن وليد المعلم يتحدث به وهو خارج عن الواقع هو لا يملك أي قرار حتى هذه التصريحات التي يتم الكلام فيها لا يتم إعارة الاهتمام إليها لا من أمريكا ولا من روسيا ولا من أي بلد نعم إلى مجيد عصفور الكاتب المحلل السياسي من عمان أنتقل أستاذ مجيد بمعي دقيقة لو سمحت استنادا إلى ما قاله وتفضل به سيادة العميد عن أهمية قاعدة التنف العسكرية اليوم رأيك هل يمكن أن ترضخ الولايات المتحدة لمطالب الروسية بالخروج أم أننا مام سيناريو يتم فيه تقاسم النفوذ بمعنى أن القاعدة التنف ستبقى وربما يكون هناك قواعد لروسيا والأردن في هذه المنطقة لإرضاء الجميع يسادي الموضوع برمة مرتبط بتحقيق الأهداف التي أنا ذكرتها في الإجابة على السؤال الأول إذا ما ضمنت روسيا للولايات المتحدة عدم تمكن إيران عبر العراق من إرسال إمدادات وصواريخ إلى سوريا ومن ثم إلى حزب الله فتفكك قاعدة التنف إذا لم قضمن فسيكون هناك وجود بأي ضمانات روسية لتحقيق هذه الأهداف يعني أعتقد أن الاتفاق الكبار يجري احترامه إلى حد ما ولا يمكن خرقه لأن الخرق يكلف كثيرا أي دولة من الدول التي تخرق على كل الأحوال أشكرك جزيلا شكر وانتهى وقتنا معك مجيد عصفور الكاتب والمحلل السياسي من عمان شكرا جزيلا لك شكرا للعميد عبدالهادي ساري المحلل العسكري والاستراتيجي أيضا كان معنا من عمان كل شكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة غدا حلقة جديدة من تفاصيل انتظرونا وكونوا على المواقع بأمان الله اشتركوا في القناة